وجه رئيس مجلس الوزراء مستفى مدبولي بقيام جميع الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين أو قرارات التنفيذية التي تم توفق بشأنها وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه ستكون هناك متبعة دورية لمختلف الملفات مع الوزراء المعنية بهدف تفعيل هذه التوصيات التي حدث توافق بشأنها تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي في هذا الشأن كما كلف مدبولي الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني استكملا لهذا النهج خلال المرحلة الأولى وجها بأن تتم الاستجابة لأية دعوات للمشاركة في جلسات الحوار المختلفة بما يسهم في تحقيق المستهدف من هذا المحفل الوطني